السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم النهاردة هنحل تدريبات الأضواء على درس القواعد النحوية أقصام الكلمة وأنواع الجملة من منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول تدرب القواعد النحوية أقصام الكلمة وأنواع الجملة نشاط رقم واحد ضع خط تحت الاسم ثم اكتب ما يدل عليه بين القوسين ألف يجري الطفل إلى الأم الاسم هنا الطفل نضع تحتها خط تدل على إنسان الأم اسم نضع تحتها خط يدل على إنسان رقم با يحب محمد القطط هنا عندنا محمد اسم يدل على إنسان القطط اسم يدل على حيوان في رقم جم الكرسي كبير الكرسي اسم نضع تحتها خط يدل على جماد كبير اسم نضع تحتها خط صفة في رقم دال الملعب واسع الملعب اسم يدل على مكان واسع اسم يدل على صفة رقم ها الجندي شجاع الجندي اسم يدل على إنسان شجاع صفة رقم واو أذهب إلى الأقصر شتاء هنا عندنا الأقصر اسم يدل على بلد شتاء اسم يدل على زمان في نشاط رقم اثنين أكمل باسم مناسب في كل جملة الفتاة عن زين اسم نقول جميلة الفتاة جميلة جميلة اسم يدل على صفة في رقم با يجري نغط بالكرة فنقول يجري اللاعب بالكرة رقم جيم القطار نغط فنقول القطار سريع نكتب سريع رقم دا سافرت إلى نغط نكتب اسم يقول سافرت إلى الإسكندرية اسم يدل على مكان رقم ها نغط في القفص الأسد في القفص طعم نغط لذيذ فنقول طعم التفاح لذيذ في نشاط رقم ثلاثة يقولك صل بين الأفعال التي لها نفس الزمن هنا يبنى الماضي المضارع الأمر أول حاجة معنا يكتبوا فعل مضارع يسمعوا فعل مضارع نوصلهم ببعض وبعض نوصلهم بالمضارع هنا ينام فعل مضارع نوصلها بالمضارع بعد كده عندنا لعبة فعل ماضي هبط فعل ماضي نوصلهم ببعض ونوصلهم بالماضي هنا عندنا قرأة فعل ماضي عنوصلها بماضي بعد كده اشرب فعل أمر عنوصلها بفعل الأمر افهم اجلس نوصلها بفعل الأمر في نشاط رقم أربعة أكمل كل جملة بفعل ماضي ألف نغط المشتهد عايزين فعل ماضي فنقوله إيه نجحا مشتهد فعل ماضي نجحا رقم بقى نغط اللاعب بالجائزة عايزين فعل ماضي فنقوله فاز اللاعب بالجائزة في رقم جيم نغط الطبيب المريض عايزين فعل ماضي فنقوله عالج الطبيب المريض رقم دان نغط الطفلة الوردة فنقوله إيه قطفت الطفلة الوردة رقم ها نغط الفنان اللوحة عايزين فعل ماضي فنقوله رسم الفنان اللوحة رقم هاو نغط الفلاح الأرض عايزين فعل ماضي فنقوله إيه زرع الفلاح الارض في نشاط رقم خمسة اكمل كل جملة بفعل مضارع يبه هنا عايز مننا فعل مضارع ألف نغط الضيف الطعام فنقول يأكل الضيف الطعام نغط التلميز الصدقة عايزين فعل مضارع فنقول يقول التلميز الصدقة رقم ج نغط الجندي عن بلدهم عايزين فعل مضارع فنكتبه يدافع الجندي عن بلدهم رقم دار نغط الاب ابنهم عايزين فعل مضارع فنقول يسمع الاب ابنه في نشاط رقم ستة اكمل كل جملة بفعل ألف نغط على الفقير عايزين فعل امر فنقول اعطف على الفقير في رقم ب نغط على فعل الخير فنقول يحرص على فعل الخير رقم ج نغط بأختك فنقول يهتم بأختك فعل امر رقم دار نغط على نظافة مدرستك. عايزين فعل أمر يقولوا حافظ على نظافة مدرستك. نشاط رقم سبعة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم ألف. الحرف لا يدل على معنى في نفسه. العبارة صحيحة. رقم باب. عروف الجر هي من وفي ولن ولا. العبارة خطأ. رقم جيم. عروف العطف هي واو. وثم وفاء. العبارة صحيحة. في نشاط ثمانية. أكمل بحرف مناسب. هنا عايز منينا حرف ألف. أذهب إلى أصوان نغط القطار. نكتب حرف جر الباء. فنقول أذهب إلى أصوان بالقطار. رقم باء. أتناول الفاكهة نغط الخضروات. نكتب حرف العطف الواو. فنقول أتناول الفاكهة والخضروات. فنقول أتناول الفاكهة والخضروات. في رقم جيم. نغط أكذب أبدا. هنكتب حرف النفي لا. فنقول لا أو لن. هنكتب حرف النفي لا أو لن. فنقول لن أكذب أبدا. أو لا أكذب أبدا. رقم دال اشتري كتابة نغط المكتبة. فنكتب حرف جر من اشتري الكتابة من المكتبة. رقم ها الطلاب نغط الفنائي. فنقوله ايه؟ الطلاب في الفنائي. حرف جر فيه. رقم وانظف أسناني نغط أنام. فنكتب حرف العطف ثم فنقوله أنظف أسناني ثم أنام. لاحظ وتعلم نشهد تسعة. أكمل كما هو موضح بالمثال. رقم ألف حمل الرجل الخشبة. هتبدأ الجملة بفعل مضارع فنقوله يحمل الرجل الخشبة. بعد كده فعل أم احمل الخشب. رقم ب ساعد الغني الفقيرة. هتبدأ بفعل مضارع فنقوله يساعد الغني الفقيرة. فعل أم ساعد الفقير. رقم جيم استعد اللاعب للمباراة. تبدأ الجملة بفعل مضارع فنقوله يستعد اللاعب للمباراة. فعل أم استعد للمباراة. في رقم دال عاون سالم جاره. تبدأ بفعل مضارع فنقوله يعاون سالم جاره. فعل أمر عاون جارك. في نشاط لأت القاعة بالحاضرين. القاعة تدل على مكان. نكتب هنا مكان. رقم دال يحب الأطفال الموزة. الموز يدل على نبات. فنكتب هنا نبات. رقم ها يتحل التاجر بالأمانة. الأمانة. اسم يدل على صفة. نكتب هنا صفة. في رقم واو زرت الأقصرة منذ عام الأقصر. اسم يدل على مكان. نكتب هنا مكان. في نشاط حداشر ضع خط تحت كل فعل فيما يأتي ثم بي النوع. ألف قرأ طارق قصة مفيدة. هنا عندنا الفعل قرأ نوع فعل ماضي. نكتب هنا فعل ماضي. في رقم با يحب الأطفال السباحة. يحب فعل نوع مضارع. نكتب هنا مضارع. رقم جيم احرص على ما ينفعك. الفعل هنا احرص نوع فعل أمر. نكتب هنا أمر. رقم دال أعطى المدير العاملة جائزة. الفعل هنا أعطى نوع ماضي. نكتب هنا ماضي. في رقم ها يعتدل الجو في الربيعي. الفعل يعتدل نوع مضارع. نكتب هنا مضارع. رقم واو زاكر دروسك بجد هنا هنا عندنا الفعل زاكر نوع أمر نكتب هنا أمر. في نشاط واو أجب بما هو مطلوب بين القوسين. ألف نغط لا تهمل دروسك. هنا عايز مننا اسم علامة النداء. فنقوله يا أكرم لا تهمل دروسك. رقم با استمع استمتع الضيوف عايز مننا اسم علامة دخول حرف جر عليه. فنقوله استمتع الضيوف بالمنظر فنكتب بالمنظر. رقم ج استظل المسافر بظل عايز مننا اسم علامة المربوطة فنقوله استظل المسافر بظل شجرة هنكتب شجرة في رقم دا زرع الفلاح نغط عايز اسم علامة التنوين فنقوله زرع الفلاح قمح هنكتب هنا قمح وقف نغط فوق الغصن عايز اسم علامة الالف واللام فنقوله وقف الطائر فوق الغصن نشاط رقم 13 صيل كل اسم تحت خط بما يدل عليه المعلم محبوب من تلميزه هنا عندنا المعلم اسم يدل على انسان عنوصلها بانسان رقم با قرأت كتابا مفيدا كتابا اسم يدل على جماد عنوصلها بجماد رقم با اللوحة جميلة جميلة اسم يدل على صفة عنوصلها بصفة في رقم دال وقف القط فوق المائدة القط اسم يدل على حيوان عنوصلها بحيوان رقم ها التين من الفواكه الصيفية التين اسم يدل على نبات عنوصلها بنبات في نشاط رقم 14 بيقولنا اضع خط تحت كل حرف في كل جملة مما يأتي ثم حدد نوع رقم الف يذهب الفلاح الى حقله مبكرا هنا عندنا الحرف الى نوع حرف جر نكتب هنا حرف جر رقم با حضر محمد وطارق الحفلة هنا عندنا الحرف الواو نوع حرف عطف نكتب هنا عطف رقم جيم كل العنبة او التفاحة الحرف عندنا هنا او نوع حرف عطف رقم دال نحقق النجاح بالجد رقم دال نحقق النجاح بالجد هنا عندنا الحرف البا نوع حرف جر في رقم ها لم اهمل دروس يوما لم حرف نوع حرف ناف رقم يبدأ العمل الجيد بالتقطيق ثم التنفيذ هنا عندنا الحرف البا نوع حرف جر و ثم حرف عطف رقم زي لن يندم مشتهد لن حرف نوع ناف في نشاط رقم خمستاشر حدد نوع كل جملة فيما يأتي الجو معتدل هنا الجملة تبدأ باسم جملة اسمية نكتب هنا اسمية رقم با يشتد الحر في الصيف الجملة تبدأ بفعل يشتد بجملة فعليا رقم جيم اللاعبون مستعدون رقم دال كن محسنا إلى أصدقائك هنا عندنا الجملة بدأت بفعل كن يبقى جملة فعليا نشاط رقم ستاشر أكمل بحرف مناسب ثم بين نوع ألف يتلوّس الهواء بالغبار نغط الدخان فنقول يتلوّس الهواء بالغبار والدخان هنا الواو حرف عطف نكتب هنا عطف رقم ب ابتعد نغط الأخطار فنقول ابتعد عن الأخطار هنا العن حرف جر نكتب هنا جر رقم جيم نغط أحب الكسلة نكتب لا لا أحب الكسلة نح نافي رقم دال أذهب نغط مدرسة سعيدا فنقول أذهب إلى مدرسة سعيدا هنا إلى حرف جر نكتب جر رقم ه تشرق الشمس نغط جهة الشرق فنقول تشرق الشمس من جهة الشرق هنا من حرف جر رقم و نغط تكون متسرعا فنقول لا تكون متسرعا إلا حرف نهي في نشاط 17 صوب الخط فيما تحته خط ألف كلمة يسعى فعل أمر هنا هتلا خط تحت أمر نكتب مكانها فعل مضارع رقم ب كلمة استقبرة فعل مضارع هتلا خط تحت مضارع هنكتب مكانها فعل ماضي رقم جيم كلمة اقرأ فعل ماضي هتلا خط تحت ماضي نكتب مكانها فعل أمر رقم دال تشتد البرودة في فصل الشتاء تشتد فعل ماضي هتلا خط تحت ماضي هنكتب مكانها فعل مضارع رقم ها داوم على الخير تسعد داوم فعل مضارع حيطنا خطحت مضارع نكتب مكانها فعل أمر رقم هاو اعتدل في سيرك اعتدل فعل ماضن حيطنا خطحت ماضن نكتب مكانها فعل أمر نشاط 18 كون من الكلمات التالية الجملة المطلوبة الحق للفلاح يزرع عايزين جملة تبدأ باسم فنقول الفلاح يزرع الحقل جملة تبدأ بفعل فنقول يزرع الفلاح الحقل في نشاط رقم 19 تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ألف القرى لونها أصفر نوع الجملة اسمية والفعلية جملة اسمية تبدأ باسم القرى رقم با يلهو الولد في الحديقة ما تحته خط الو يلهو اسم ولا فعل ولا حرف لا فعل يلهم رقم جيم نسعى للتفوق إلى حرف جر عطف لنف إلى حرف جر نختار جر رقم دال رمى الرجل السهمة رمى فعل ماضي ولا فعل مضار الفعل أمر لا فعل ماضي في نشاط رقم 20 بيقولك هات ما هو مطلوب ألف سلاس جمل اسمية فنقوله السماء صافية الأسد قوي الصحراء واسعة رقم با سلاس جمل فعلية شرب الولد الحليب لعب الطفل بالقرة أمسك الشرطي اللص في رقم جيم اسما وحدد ما يدل عليه فنقوله محمد يدل على إنسان رقم دال فعلا ماضيا أكل رقم ها فعلا مضارعا يمشي رقم واو فعل أمر أكتب رقم زي حرف وحدد نوع في نوع حرف جر وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر